ما الذي تطمحون إليه من هذه الزيارة؟ يعني إم تتقول والله الزيارة قد حققت أهدفها؟ في عنا مجموعة قضايا القضية الأولى التي نريد أن ننجزها هناك كما ذكرت لك مجموعة اتفاقيات نريد أن يتم توقيعها لكي نخرجها إلى حيث التنفيذ في التجارة، في الصحة، في التعليم، في الاقتصاد، في الاستثمار، في غيره واحد، نمرة اثنين الجوال الفلسطيني، تلفون المتحرك الفلسطيني نريد له أن يعمل في مصر يعني عشان يبقى روميج عشان يبقى روميج وبالتالي هذا الأمر أيضا هو على طاولة البحث الشيء الآخر الذي نريد من مخرجاته أيضا أنه ننسك بشكل مستمر في القضايا المتعلقة بقطاع غزة وقطاع غزة شأن في الأمن القوم المصري نعم ولكن أيضا في الشأن الوطني الفلسطيني ولذلك التنسيق فيما بيننا في هذا الموضوع في غاية الأهمية وإخوانك في الدولة المصرية بكامل مفاصلها بالأجهزة الأمنية، بالأجهزة المدنية بتوجيهات من سيادة الرئيس تريد لهذا المشهد أن يكون مكتمل لذلك إحنا عنا علاقات مدنية، علاقات قانونية وعلاقات لها علاقة بقطاع غزة هذه المخرجات التي نريد ولكن أحب أقول أيضا للمشاهدين أن حفاوة الاستقبال التي نستقبلها عندما يأتي المسؤول الفلسطيني إلى مصر هو يأتي إلى بيته مثل ما نحب نرى كل إنسان مصري يأتي إلى فلسطين ويحس أنه موجود في بيته هذا اللي بالمجمل العام الزيارة عندنا اتفاقيات، عندنا تواصل وأيضا عندنا مشاورات والإشي المهم أيضا هو أنه نريد للقيادة المصرية إخواني الوزراء في جمهورية مصر دولة رئيس الوزراء إخواني كمان أنه يشوفوا إحنا كمان وين رايحين في الأسئلة اللي تماما أنت تفضلت عليها وأنا أعتقد أنه ستكون خميري طيبي لنقاشاتنا على الطاولة مع إخواني المسؤولين في مصر